مرحبا صديقاتي واصدقائي العزاء في حلقة جديدة من قناة إنسانيون اليوم الحلقة خاصة على اعتبار إنه إجا قرار من اليوتيوب بإغلاق اللايف لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم طبعا بداية أريد أصري لكم شيرس كريم حتى تشوفون طبعا أنا قرأت سبب الإغلاق راح أشوفكم الرسالة اللي وصلت بالبداية بس أصري لكم شيرس كريم حتى تشوفون السبب الحقيقي للإغلاق هذا مكتوب هنا نظرة الانتهاك بنود الاستخدام تم تقييد الدخول للبث المباشر وجدتني رسالة أخرى إنه اعتبارا مني اليوم ثلاثة أشهر والعقوبة بسبب جاي تبليغ جاي تبليغ على حلقة الفقيد وخلف يوسف الحلقة اللي رقمها 458 الحمد لله على نعمة الإسلام هذه الحلقة اللي بسببها شايلين البث المباشر من إجار أنا عندي السبب الرئيسي اللي خلاني أسوي الحلقة إنه وأريد أسوي له الحلقة هاي أسوي له دونلود أنزلها بإجار حتى من الغد وصاعدا لمدة ثلاثة أشهر راح تشاهدون الحلقة على إنسانيون وأنا إذا ممكن ما عرفه شيء تقنيا ممكن له بس ممنوعين من البث المباشر أحاول أنزل كل حلقة بحلقة أنزلها إلى أجهر وأتمنى من أصدقاء المشاهدين يعني يشتركون بقناة إنسانيون على الأقل هذه الثلاثة أشهر حتى يوصل حلقات إلى عدد أكبر من المشاهدين وبعد ذلك إذا مفتح قناة إجهر واللي يريد يترك قناة إنسانيون ما عندي مشكلة أنا عندي قناة إجهر أهم من قناة إنسانيون حاليا ولو أنه قناة إنسانيون وقناتي ولكن أعتبر إجهر أيضا قناتي وأنا مسؤول عنه بعد رحيل فقيدنا الغالي لذلك أتمنى يعني توصلون القناة لأكبر عدد من المشاهدين حتى أكبر عدد يشاهدون الحلقة لأن اللايف مو مثل التسجيل يعني حتى لو أنا نزلت الحلقات كلها على إجهر لكن إذا باللايف قليلين تأثيرا رح يكون أقل يعني أتمنى تشتركون حاليا ومستر بلاك طبعا مشكورا رح يخلي رابط قناة إنسانيون أي واحد يريد يشترك بالقناة حتى نعرض قنوات إجهر ورح أقدم الحلقات أنتوا شفتوا رابط حلقة بكرة أنا عملتها بالضبط مثل ما أعمل كتبت علي قناة إجهر وبرنامج قل رأيك وعرضت رقم الحلقة عادي مثل السابق مثل السابق رح نسويها لكن الاختلاف إنه رح نعرضه على إنسانيون فقط هذه ثلاثة أشهر بعدها رح نرجع نعرض مرة أخرى على قناة إجهر لما يشيلون الحضر عن اللايف طبعا يعني مثل ما يقول بعض المسلمين يدورون دفاتر عتق يعني كتبت له باللايف قضي بالخاص كتبت المستر بلاك شي سهلون دول المتشددين شو نسويهم حتى يحلون عنه لكن ما أقدر عرضه باللايف اش كتبت له بس هو قرأة اللي كتبت مستر بلاك وفعلا ما يستهلون أكثر من هذا أو أقل من هذا يعني أتمنى وأنا رح أخلي الآن أخلي تشجيعا للقناة حتى يعني قنوات إجار ما تتوقف إنه أريد أصدقائي اللي حابين يشتركون يدخلون ويايا على على اللايف الآن رح أخلي رابط الهانجاوت اللي عاوز تشترك ويايا ويقول رأيه باللي صار أنا أحب أسمع أحب أسمعكم وأشوف آراءكم مستر بلاك أني رح أدزلك الرابط أيضا رابط الهانجاوت حتى تنزلها كل شوي إذا تقدر يعني أتمنى أتمنى يعني بأسرع وقت ممكن الحلقات توصل لجميع المشاهدين نحن تشتنا ماشيين حلو جدا وأتمنى هذا الشيء يبقى مستمر إنه قناة إجار ما تتوقف حتى لو وقفوا قناة إجار إنسانيون هي إجار وإجار هي إنسانيون ما كوي فرق أتمنى منكم إنه تدخلون أهلا بيك عمر طبعا أعتذر شوية أنا مشوش أسلم على كل اللي موجودين ويهانا نيضال هويكن كول سوزان طبعا مستر بلاك محمود عمر أهلا بي جميع الأصدقاء اللي دخلوا معايا أعرف العدد قليل لأنه إنسانيون ما متعودين يشاهدون لايف من الإنسانيون ولذلك يعني حبيت إنه أنا راح أوصل الحلقة لبعض الأصدقاء إذا عاوزين يعملون مداخلات معي أيضا أصدقائي إذا عاوزين يدخلون أصدقائي إذا عاوزين يشتركون معي في اللايف نتكلم فيها عن الأسباب اللي تخلي الأسباب اللي تخلي الأشخاص يقدمون الشكوى فعلا نضال الفكر لن يتوقف أهلا بيك جراند جراند فكرنا ما راح يتوقف راح نستمر مهما يحاولون والقناة مستمرة وأفكارنا مستمرة ستنامجون ألف قناة أنا فكرت أفتح قنوات أخرى لجانبرو عنده هو قناتين آخرين لكن الاشتراك فيه جدا قليل يعني وحدة منهم فيه اشتراك 200 وشوية واللاخ 400 وشوية فأعتقد ما راح يساعدناني على الأقل قناتي فيها فوق 1450 أو 55 فإذا أحد الطوع أيضا أنه نعرض منطق أنا ما عندي مشكلة يعني يعني أعرضوا بأي مكان المهم يوصل لأكبر عدد ممكن وإذا أصحاب القنوات الأخرى يعني حابين يتعاونون معي ممكن أعرض عندهم مشتركين كثير ممكن أعرض من قنواتهم خلال هذه الثلاثة أشهر ما عندي أي مشكلة لأنه أنا هدفي الرئيسي إنه نوصل أفكارنا للمشاهدين هذا هو الهدف الأسمى عندي والأعداد المشتركين زادوا وقلوا هذا الشيء لا يقل من قدر الشخص أو أو يكثر يعني هو الشخص حسب قدر إذا هو قدر عالي أمام الناس رح يبقى بهذا القدر إذا سواء كان عنده عشر مشتركين أو مئة ألف مشترك المهم أفكارها توصل والناس يشوفوها فأتمنى أتمنى صحيح إنه الآن اللي أكثر الناس اللي يشاهدون الحلقة بيسانهم ومشتركين بها أصلا لكن لما رح يشاهدون هذه الحلقة اللي سويتها الآن رح يشاهدوها إذا نزلت على إجار ويشوفوها أصحاب القناة يعني الأصدقاء اللي مشتركين في قناة إجار رح يلاحظون إنه موجودة قناة إنسانيون ورح نبدأ نبث بها من الغد بكرة مثل ما قلت لكم عدنا حلقة جميلة معايير القيم والأخلاق في الدين واللا دين رح نتكلم بها شنو المعايير بالأخلاق في الدينيين أو اللا دينيين يعني هل الدين هو اللي يوضع الأخلاق أم اللا دين هو ملتزم أكثر بالأخلاق من اللي متمسك بالدين رح نتكلم بكرة كالمعتاد ساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ثامنة مساء بتوقيت لندن عن هذا الموضوع وأتمنى تكون مشاركات كالعادة من جميع الأصدقاء رح ننتظر خمس دقائق آخرين إذا محد دخل على القناة على اللايف رح أضطر أسد المهم أنا بلغت أصدقائنا جميعا أنه يعني ثلاثة شهر عندنا منع ظهور باللايف في إجهر ومضطر أنا قدم عليه الثاني وإذا شفت حرص أفضل من الأصدقاء أهلا بك علي أهلا بك رياض نورتوني جميع من نوري إذا شفت أي تفاعل من الأصدقاء أو عرضوا أنه نعرض بقنواتهم وعندهم اشتراكات أكثر من إنسانيون أنا ما عندي أي مانع بالعكس هذا الشيء فرحني المهم إحنا أفكارنا توصل مهم ممنين ننبث يعني لأنني ما أحب أفرض نفسي عن القنوات الأخرى وجاء أقول لهم ما أعرض عندكم وما أريد أخجي لحد اللي هو شايف أنه يعني مستعد يتعاون ميانا حتى القناة ما توقف رح أكون سعيد رح أكون هوايا سعيد يعني محمود يقول أبو الحكم ليش بلغو على حلقة جان وخلف صراحة ما أعرف كتبوا لي يخالف معايير معايير أو محتوى اليوتيوب ما أعرف شنو معايير وش حاتش به خلف ما أعرف صراحة أنا شوف تبقوا اللي شاهد بداية الحلقة كتبين سبب المنع وتقدر أعتقد قريت أنه من اليوم لمدة سبعة أيام واحد يستطيع يشاهد هذه الحلقة أنا الحلقة لم أسجل موجودة باللابتوب الفقيد وإذا كان ضروري ممكن أنا أخذها من زوجته الحلقة ممكن تبعث لي وأشوف المضمون ما لا ليش المنع لأن أنا صراحة ما جاء أذكر الحلقة تفاصيل أنتم تعرفون يعني بالأسبوع حلقتين ثلاثة أو أربعة كان يعمل صعب أنه يذكر جميع المحتويات اللي موجودة بالحلقات وهم ما يكلون ولا يملون هذه الحلقة كانت معروضة في 1 أكتوبر 2017 يعني قبل أحنا بالخامس أقريبا 7 شهر قبل 7 شهر معروضة هذه الحلقة قبل وفاة جان برو 47 يوم بالضبط إنه توفى 17 أعتقد 17 نومبر فعلى مده هذا حتى هو في قبرة ما تركنا بحالة جاي حاسبوه وهو في القبر جاي حاسبوه على حلقة من حلقاتها يعني روحوا تشطروا تشطروا اللي القنوات والمواقع المليانة عن دواعش وش اسمه عندهم يعرضون للأرهاب وأشهرهم وجل غنيب اللي يحتي عن 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 العنف بعلانية يدعو إلى العنف وانتوا لحد الآن عنده مشاهدات عالية وقناة لا تسكر ولا سدوا لحلقة ولا منع ولا أي شيء لأنه هو واحد إرهابي يعني انتوا من صالحكم الظهر أكو ناس باللايف قصدي باليوتيوب مشتركين أو متواطئين مع هؤلاء الإسلاميين المتعصبين فمشغلينهم اليوتيوب وميعرفون دولة أصلهم فصلهم ومشغلينهم يعني قطاع خاص النفس من اليوتيوب يسدون القنوات ويسدون الفيسبوك سواء بالفيسبوك أو اليوتيوب تلقيهم كلهم شغالين مثل السرطان متغلغلين بكل مكان الإسلاميين تشوفهم يعرضون حتى القنوات كثيرة وصفحات كثيرة في الفيسبوك ويوتيوب عن داعش وعن القاعدة وعن الحركات الأرهابية هسا جاي يفكرون جديد أنه يغلقون هذه المواقع ويعاقون الجسم يعني هسا يلا فكروا بهذا الشي يعني وينشنتوا يعني الفترة كلها وشاطرين علينا اللي نساعد في دحظ الأرهاب ونساعد في زوال الدين خصوصا الإسلامي اللي أدي إلى كفرقة الشعوب والقضاء على الأخلاقيات يعني المنعدمة اللي موجودة ببعض الأديان يعني إحنا إحنا اللي جاي نساهم أنه نقضي على هذه الأفكار العدوانية الشريرة الأرهابية أنتو تجون بدل ما تساعدون وتوقفون تغلقونا قنواتنا لمجرد يمكن خلف يوسف كفر لكفرها أو حجال حجي حتى لو كان غلط هذا مو مبرر سدون القناة 13 سدوا الحلقة امنعوا الحلقة أوكي بس مو تحرمون من Live 13 على متحلقة معينة يعني الأخ عمر يقول من المستفيد من كل هذا صراحة لو أعرف كش أنت أقول لك صديقي وقلت لك يعني وضحت أنا هذا الشيء المستفيد هو الناس اللي متغلغلين في فيسبوك واليوتيوب وهم اللي جاي يساهمون ب بمنعنا في الظهور علي يقول مئات الفيديوهات تمجد بداعش صار لأربع سنوات ما محذفة أنا وياك أنا عرف هذا الشيء هذا موجود يعني علني يعني ما عرف يعني ليش يعمون عينهم عن هذه الأشياء وشاطرين علي الصراحة أنا ما أدري يعني مهم على كل حالة راح تشاهدون هذه الحلقة أيضا بيجر حاول نزل الآن ولحد الآن ما شبت أحد اشترك معي مو مشكلة أنا هدفي الرئيسي كان إنه فقط أبلغ ما اللي صار وبكرة الساعة تسعة يعني بعد ربع ساعة بكرة من الآن راح نعرض من إنساني راح نعرض قرأيك وإلى أن نوصل إلى حل آخر أشكركم حوايبي أشكرك مستر بلاك لوضع الروابط وبكرة حلقتنا كالمعتاد وأنا مخلي الرابط في إنساني كأننا في إجهر راح نعرض وأتمنى الاشتراكات تصير في إنساني حتى الأصدقاء اللي موجودين في إجهر يكونون معنا بالمشاهدة والتعليق والاشتراك شكرا لكم جميعا وأقول لكم باي باي إلى الغد باي